اشتركوا في القناة ذكر الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة أسست لقيم ومبادئ إسلامية مهمة ولمراحل عديدة في إيصال رسالة الإسلام السمحاء إلى العالم أجمع وهو ما يحتفي به المسلمون جميعا في مختلف أقطار العالم إذانا ببدء سنة هجرية جديدة مملكة البحرين تحرص على الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة وعلى مدى عقود تعددت مظاهر الاحتفاء إذ يمنح العاملون في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد كما تتعدد الفعاليات من محاضرات ودروس دينية تؤكد على أهمية هذه الهجرة وأبرز الدروس والقيم المستفادة منها والتأكيد على أهمية ما جاءت به رسالة الإسلام من تعاليم تسعى إلى بناء الإنسان ونهضته وفي أجواء تجسد مدى المحبة للرسول الكريم والحرص على الاقتداء بسنته والسير على نهجه القويم يستذكر المسلمون الهجرة النبوية كلحظة فارقة وواحدة من أهم المحطات الإسلامية تتدفق منها المعاني والعبر والأحداث التي يحتاج المسلم لإعادة قراءتها ليستعين بدروسها في تعاطيه مع مختلف القضايا والأحداث يا أيها الطيون اللهم ارزقنا شفاعتنا بيك محمد صلى الله عليه وسلم إن الاحتفاء بذكر الهجرة النبوية الشريفة فرصة لتجديد المشاعر الإيمانية في النفوس والأفئدة والتأكيد على أهمية التمسك بالنهج الإسلامي القويم الذي تحرص مملكة البحرين على تدسيد معانيه وقيمه النبيلة من خلال تبنيها لسياسات تدعو إلى الإخاء والمساواة والتعاون بين البشر جميعهم باعتبارها مرتكزات لا غنى عنها لتحقيق الهدف الأسمى في عمارة الأرض وتطوير الإنسانية ونهضتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر